السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني نحن نمر بفترات صعبة في حياتنا بشكل عام وقد تكون مرات فترات وعي جمعي صعب للجميع يعني عندما تكون هناك حروب لكن بعيدا عن الحروب وبعيدا عن ما يحدث كل واحد في حياته في مشاكل وكل واحد في حياته يمر في أزمات يتخليه مرات حزين تعبان نفسيا كئيب وناس كثير بتقول لك يا أخي ما عيشي فلوس أدفع لاستشارات ليش؟ لأنه بالنسبة له إذا صحته وقالوا له مثلا بدك كليا تزرع كليا بيدبر مصاري لما كذا بيدب بس هون موضوع الصحة النفسية يعني مش مشكلة آخر همنا لذلك منحاول على قدر الإمكان من خلال هذه الفيديوهات نعطي أمور أقسم بالله لو تعلمون إنها عظيمة عظيمة هذه الأمور لكن على كل أحوال رح أوضح نقطة مهمة إنت لما تشوف شخص زعلان ولا شخص حزين ولا شخص داخل على شعور بالكآبة ولا شخص داخل على شعور بالقلق اسمع مني كثير منيح الشعور لا يمكن تغييره بشعور ما بقدر أنا أجي أمسكه وأشيل الحزن وأحط فرح مش هيك بتتغير الأمور ورح نطلع هلأ نشرح رجاء يا جماعة ابعتوا هذا الفيديو لشخص يساعد ناس تفهم كيف أنت بتداوي وتتعافى وتتشافى قبل ما نوصل لمرحلة نحتاج إلى مستشفيات ونحتاج إلى أدوية والله هذا درهم وقايا خير من قنطار علاج وأجرنا على الله خليني أشرح شغلي بسيطة كثير خليك تعالوا معي هذا قلب ولا مش نبين أنه قلب وهذا الدماغ لنفترض أنك أنت صار حدث معين فاللي بصير عادة أنك أنت بتدخل في مشاعر معينة وهي المشاعر حتى نحن مرات منقول إنقبض قلبي إنقبض هاي المشاعر بتأثر على قلبك سواء كانت هذه المشاعر عاد حزن غضب ومرات في ناس أصلا بيكونش عارف شو الشعور اللي جاي غير إنه هو متدايق مخنوق هلأ بيضل في سؤال أنا كيف بحارب هاي المشاعر كيف بنظف هاي المشاعر كيف بحمي قلبي من هالمشاعر شغلة بسيطة كثير هي مش بسيطة بس إنه نعرفها بسيطة الدماغ الدماغ تجي أفكار وهو بيكون جواته فيه معتقدات هاي المعتقدات وهاي الأفكار إذا انت غزيتها بيه بعض الأفكار الإيجابية وغذيت المعتقدات الإيجابية ببلش شبعة إشارات للقلب وبالتالي بيعمل حماية للقلب من هاي الإشاعات رح أجيب مثال إنت لما بتشوف شخص زعلان ميت له حدا شو منبلش نقول له منقول له إنا لله وإنا إليه راجعون منقول له كلنا ماشيين على هالطريق هو في مكان أفضل هاي الكلمات اللي أنا قاعد بحكيها عبارة عن إيش؟ عبارة عن أفكار عبارة عن كلمات لكن تدخل جوه وبتعزز معتقداته لإلها علاقة بالإيمان بالله فلما يزيد إيمانه بالله ببلش يبعث إشعارات إنه أن يا قلب اطمئن أن يا قلب اطمئن وهذا تفسير لقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب شوف الحركة كيف صارت القضية لما تشوف شخص زعلان خصوصا بالعلاقات الزوجية ما لك قال ببوزك ما لك قال ببوزك قوم افرح ولما نتعامل مع أولادنا عايز زعلان تبكيش هذا ما بينفع كمعا هذا الكلام ما بينفع هذا يعني أنا دائما بقول التعاطف هو أن تشعر بحزن وأسى وعذاب شخص آخر حتى لو حضرتك مش مقتنع إنه السبب مقنع واحدة جاي تبكي وإنت شايف إنه السبب اللي بتبكي عليه من وجهة نظرك تافه ابن تافه بس لا تقعد تاخد منها الحق وتقولها لا مش من حقك تزعل لا مش من حقك تزعل لا مش من حقك تغضب لا مش من حقك حقك هذا عند أبوك وأمك هذا أنت أنت بينك وبين حالك بس الناس الناس لها أسباب مختلفة حسب وعيها حسب صلابتها حسب مرونتها العصبية لما أجأ أنا بدي أغير عشان ابني ما يروح على المخدرات وما يروح على الكحول وما يدخل في اكتئاب وما يدخل في قلق مرضي وعشان مرتي ما تدخل في اكتئاب وتقلب بوزها طول نهارها باليوم وتنكد علي وعلى عيلتنا وعلى اللي خلفني عبال ما نوصل لمرحلة إنه تروح تسمع من شيخ إنه الطلاق حلال يخطي ليش ما تتطلقي فتجي تقول لك بدي أتطلق وتخرب البيت وتخرب حياتها وتخرب أسرة وأجيال للأمام كلمات بسيطة بشتغل فيها على معتقدات الشخص اللي أمامي وهذا هو محور مثلا علاج اسمه الـ علاج المعرفي السلوكي هو فكرته عبارة عن أني أنا أكشف للإنسان من خلال تعزيز أفكار إيجابية ونزع أفكار سلبية عشان ينبعت للقلب والقلب يطمئن اطمئنان القلب ليس بترديد أني أقعد أنا على سجادة صلاة وأقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بطمئن قلبي لا ما بطمئن لا ما بطمئن لأنه بدي أعي ماذا أقول لما أقعد أنا ويموت لحدا وقول إنها لله وإنها إليه راجعون خلاص هيك أنا رح أرتاح وإلا بدي أعرف أنا شو يعني إنها لله وليش بقول إنها لله وإنها إليه راجعون وشو يعني إنها لله وإنها إليه راجعون وش معنى هذا ليش ما منحكي الله يرحمه ليش ما منقول خير إن شاء الله ليش منقول إنا لله وإنا ليه راجعون وأتعمق بالكلام عشان أوصل لمرحلة أنه دماغي يبدأ يدخل بهذه الأفكار على المعتقدات اللي موجودة عندي فيرسخ معتقدات القوة اللي مستمد من قوة إيماني بالله القوي العزيز الرحمن الرحيم الغفور وبعدين هذه المعتقدات بتبلش تبعث إشارات للقلب أن يا قلب اطمئن أن يا قلب لا تحزن لا تحزن من كان الله معه فمن عليه على إيه زعلانه خانك هو بينه وبين ربنا أنت أمانك بالله مات جوزك جوزك كان يرزقك ما كان الجوزك اللي يرزقك مات ابنك ابنك ما كانه في الجنة يمكن لو ضلوا عايش كان صارت معه ظروف سيئة وكان يمكن كنت تبكي عليه بدل مرة عشرين ألف مرة باليوم إيش بدك تزعل لما توصل لمرحلة أنه هاي الطمئنينة تعطيك شعور أنه كل شيء بهالدنيا بيد الله وأنه ما يحدث في حياتك يحدث لأجلك لكن قد لا تفهم الآن ستفهم إلى الأمام هذه قوة التشافي من خلال برمجة الدماغ على قدرة التصرف والتأقلم والتكيف مع الأحداث الصغيرة والجلل هاي الشغلة فيها تمارين وهاي التمارين رح نحتي عليها في الكورس القادم اللي رح يكون في أول أسبوع من شهر 12 حياكم الله للي بدي يسجل لكن للي ما بدي يسجل وحابب يسمع هالفيديو بس رح أحكي لك شيء واحد شايف أكبر مشكلة في حياتك حلها في أنك تبدأ بتغيير حديثك مع نفسك لو كل واحد بده يطرد السلبيين من حياته كان أول شغلة يجب أن تعملها تمسك حالك من قفاك وترمي حالك في الشارع لأنه أنت أول سلبي في حياتك أول سلبي في حياتك أنت أقوى سلبي في حياتك أنت أكثر مدمر لحياتك هو أنت لا يوجد مدمر في الحيات إلا الشخص نفسه الإنسان عدو نفسه أما إذا اجتمعت الجن والإنس على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء ما كتبه الله طول ما أنت مع الله ما بضروك وطول ما أنت مع الله ما بينفعوك في النهاية إذا ما عرفت كيف تتأقلم مع ذاتك وكيف تتكيف وكيف تخلق استراتيجية في الحديث مع نفسك تصير أنت دكتور أنت وأنت حبيب أنت وأنت فيلسوف أنت وأنت داعم أنت بدل ما تقعد تتشحتف ومن مسج لمسج ومن فيس لوفيسبوك لفيسبوك وهذه هي مشكلتي ونقعد نشكي ونبكي أنت بتقدر تكون قوي مع نفسك أنا ما بقول الإنسان لا يحتاج الآخرين أنا نفسي بحتاج أن أتكلم مع ناس لكن إيش ياخد الريح من البلاط خلي مليون دكتور يحكي معك والله ما تستفيد مليون دكتور يبعدوا هيك حواليك دائرة والله ما تستفيد أقسم بالله لو أمطرت السماء إيجابية لفي ناس رفعت شمسية عشان ما بدهاش إيجابية تجع عليها الإنسان يجب أن يبدأ بنفسه وكما قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعب الرسول وهو يقول لعمه يا عمه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي قال له ربنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمشيئة هو أن تعود عليك أنت كعبد فما بالك بالأمور الحياتية مهما كان الهم كبير فالله أكبر ومهما كانت الظروف صعبة قدراتك اللي ربنا أعطاك إياها مئة مليار خلية عصبية مئة مليار خلية عصبية في دراسة بتقول أن الدماغ قدرته التخزينية 4.7 مليون كتاب أنت دماغك هذا تصور تخيل اللي بتقعد بتقول أنا ما ليش حظ في الدنيا وإحنا شو شفنا من هالعالم والله يخزيها من حياة أنت عندك قدرة 4.6 أو 4.7 مليون كتاب ممكن يتخزنوا في دماغك مش ثلاث صفحات كيف تطبخي المقلوبة واللي مش عارف لهذا وحماتي وقحة وبنت حماي حية فيه شغلات أكبر في الحياة فيه شغلات أهم وفيه شغلات أسخف وفي النهاية رح أختم بشغلة مهمة وإحنا صغار كنا نتمنى يكون عنا سوبر باور كنا نتفرج على السوبرمان بيطير ومش عارف جريندايزر شو بيعمل وجونجر رح أحكي لك على قوة خارقة مش إنك تختفي ولا قبعة الاختفاء بدك تاخد قوة خارقة في الحياة خدها القوة اللي ممكن إنك أنت تحصل عليها وبسهولة أكبر قوة في الحياة هي قوتك على معرفة ما يمكن تجاهله الشخص اللي عنده قوة بيعرف بالضبط إمتى يتجاهل ويتغافل ويتغاب فن التطنيش هذا عنده قوة خارقة هذا أقوى من سوبرمان وأقوى من باتمان وأقوى من كل المانمان اللي بيعملوهم والواندر وومان والكات وومان قوة التغافل قوة التجاهل لكن هيا عشان تحصل عليها بدي يكون دماغك مليان معلومات وبتعرف كيف تحكي مع حالك وعندك استراتيجيات أتمنى هذا الحديث يوصل لكل لكل إنسان عم بيعاني وبتعب في حياته بزعل كثير على الناس اللي عم تمر بأزمات وعم تضيع حياتها وعم تضيع أيامها منها وما عم بيستمتع بولاده ولا عم بيستمتع بشغله ولا أكله ولا مرته ولا شربه ولا أهله وما عم يعرف أنه كل اللي هو عايش فيه ممكن في لحظة من اللحظات ينتهي ربنا ما خلقنا إلا رحمه ربنا رحمنا وسخل الكون عشان وعطانا هالدماغ وعلى العقل وهالتفكير وروح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء لكن حتى تحسن الظن عليك في النهاية أن تكون أصلا اشتغلت كثير على حالك حتى تعرف أن الحرب اللي بتصير مهما كانت قاسية وظالمة في النهاية ربنا له حكم فيها لازم تكون أنت كثير نشتغل على حالك كثير حاكي مع حالك كثير قاعد مع حالك مشكلتنا ما بنقعد غير نحكي مع الناس ولما بنقعد نحكي مع حالنا بنقعد لحالنا وكله كلام سلبي وما في فائدة وإنت مين وما ما ننى وجواز سفرك وورقك والفيزا والميزا والفواتير وبنوين بدنا نجيبه بدنا ندفعه مديري الحقير ومرت مش عارف إيه شو حماتي الحقير روما كله كلام سلبي عنا غيبة داخلية عنا غيبة داخلية بنغتاب الناس في داخلنا لكن أكثر شخص بنتهمه أكثر ناس إحنا قاسين عليه هو أنفسنا استيقظ قبل أن تموت لأن الموت هو اليقظة اللي بعدها لا في مغفرة ولا في عودة أتمنى لكم التوفيق والنجاح والنناس اللي حابة تدخل معنا في هالدورة المكثفة إن شاء الله اللي ستكون في أول أسبوع من شهر 1-2024 إذا كنا من أهل الدنيا ستكون مباشرة عن طريق الزوم وعن طريق مجموعة خاصة مغلقة في الفيسبوك طفاصيل كلها موجودة في وصف الفيديو أو في أعلى الفيديو بالنسبة للفيسبوك بشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته